خلينا بقى نروح لحاجة تانية برضو مشرفة جدا واستضافة مصر لبطولة العالم للسلاح بالسادة القاهرة هنا بنتكلم بمشاركة كم دولة يا جماعة عمية واثنين دولة هتستمر من 23 يوليو طبعا عفوا هتستمر حتى 23 يوليو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة كانت مهتمة جدا بالبطولة اهتمام كبير ليه؟ ان هي عايزة تظهر صورة يعني محترمة بالشكل اللي يليق بمصر دي حاجة وعايزة أقول لكم التنظيم ولا أرواح اليومين اللي فاتوا كمان أقيمت منافسات دور المجموعات عشان يتأهل فيها 64 لاعب ولاعبة لدور ال64 الرئيسي والمقرر مفروض انتلاقوا إن شاء الله بكرة وحيشارك في البطولة دي نحو ألفين فرد منهم 956 لاعب ولاعبة بجانب طبعا الوفود اللي بتكون مرافقة من 102 دولة يعني مقسمة بابين نتكلم 15 لولة من أفريقيا 23 من الأمريكاتيين و26 دولة أسيوية و36 دولة أوروبية الحاجات دي ليه بتكون حاجات محترمة جدا الحاجات دي ليه بتكون add value زي ما بتقال لأن انت بتتكلم هنا عن ملف أو بتربطه شوية بملف السيحة الرياضية اللي أي دولة بتسعى ليه تحت أي بند من البنود لأن هي بتكون إضافة لها كبيرة جدا وبتدخل فيه أو بتتدخل فيه قصتنا الاقتصاد لهذه الدولة الرياضة بشكل كبير جدا أصبحت الدول بتستغل هذه المنظومة علشان تقدر أن هي تروج لها وتعمل فلوس وتزيد من مواردها وتشجع السيحة وغيره فملف السيحة الرياضية مصر فترة الأخيرة مش بس مركزة عليه لا وبتشتغل بشكل محترف خليني أقول لحضراتكم أنت بتنظم بطولات عالمية على أرضك بشكل محترف ربما بعد الدول بجد بعد كده بتطبق هذه التجربة أو بتاخدها منك وده شفنا في بطولات قبل كده سابقة كتيرا وقولناها أنا وكريم في هذا البرنامج في عشر صبح في الأهلي فشيء محترم جدا ولما بتيجي بتتكلم عن أعداد كبيرة كمان جاية عندك وبتشوف مصر وبتتصور والميديا والسوشيال ميديا كلام ده كله أعتقد حاجات يعني في الأول في الآخر لمصلحتنا نتمنى بقى أن منظرنا إحنا واستقبلنا لهذه البطولة تكون شيء برضو يشرب بمعنى إيه كلامي تاني أن إحنا لما تكون الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا ومحترمة جدا لازم إحنا كشعب نقدم أو نساعد على الأرض لما يبقى عندي وفد كبير جدا سواء سياحي أو غير وبطولة موجودة أنا أبتدي في الشارع أتعامل بشكل يعني حضاري أبتدي أن أنا أتعامل مع الناس دول لو قابلتهم أو لو حضرت مثلا هذه البطولة بشكل يليق بمصر لأن كل فرد فيه نعتقد سفير لبلده في الداخل وفي الخارج فهي دي النقطة المهمة اللي أنا أتمنى أن إحنا نشتغل عليها من دلوقتي أتمنى أن إحنا كلنا ننشر ده على السوشيال ميديا بشكل كبير التغطية بتبقى مهمة جدا أعتقد برضو هيكون فيه تغطية عالمية بشكل كبير فشيء محترم جدا إن شاء الله تكون بطولة مشرفة وإن شاء الله كمان تليق بحجم مصر هو ده المهم